مبادرة مليون توقيع ولاء للوطن هي فكرة المواطن علي بن هويدن الكتبي تبنى نادي الذيد الثقافي الرياضي بهدف استقطاب مليون توقيع بمناسبة اليوم الوطني للدولة تفاصيل المبادرة في تقريرنا التالي تحت رعاية نادي الذيد الثقافي الرياضي وبالتعاون مع عدة جهات انطلقت مبادرة مليون توقيع ولاء للوطن التي اقترحها المواطن علي بن هويدن الكتبي بمناسبة اليوم الوطني السادس والاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة ان شاء الله نهدف في هذه المبادرة نوصل لعدد المليون والاكثر ونستهدف محبة العالم وجميع الجنسيات والفئات فاتحنا أنا خاصة المواطني والاجان والسياح والمغيمين وفاتح جميع الفئات عندنا الصغار والكبار وصويت نوعين من التوقيع في توقيع بالغلم في توقيع بالبصمة ان شاء الله يكون رضا للجميع والمغيمين في الأرض الدولة الامارات في الحقيقة يسرني ويسرني كإدارة مستشفى الذين للمشاركة في هذه المبادرة تعبيرا عن الولاء والحبل الوطن وقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدا لإسعاد المواطنين المبادرة تهدف إلى جمع مليون توقيع على قطع قماشية يتم توزيعها من قبل متطوعي المنطقة الوسطى وفريق سفراء السعادة التطوعي وفريق بصمة سعادة التطوعي على الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص على مدار ثلاثة أشهر بها المناسبة هاي طبعا كل الكادر في المستشفى من أطباء ومرضين وعاملين لبين هذا النداء والواجب اللي نعتبره ضمن واجباتنا وانتماءنا لهذا الوطن العزيز هذه المبادرة تنطلق من حرص نادي الذيد الثقافي الرياضي على دعم المبادرات الشبابية المجتمعية وإبراز دور المساهمين في جعل اليوم الوطني عرسا جماهيريا يحمل توقيع أبناء وضيوف الإمارات التي قدمت الرعاية لكل قاطنيها يلعب الولاء دورا مهما وحيويا في استقرار الوطن وتماسكه فإن الولاء للوطن مبادئ ترويها المشاعر وتتوجها الأفعال هذا ما تعلمناه منذ نشأتنا على هذه الأرض الطيبة وفي إمارات الخير لأخبار الدار سعود الكتبي من المنطقة الوسطى الشارقة